وَلَعَ الْأَدْرُ عَلَيْنَا فِي الْفَلِيَّا بِالْوَدَاعِ وَجَمَ الشُّقُّ عَلَيْنَا مَدَعَ لِلْهِدَاعِ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا ومولانا وحبينا وحبينا محمد سيد السادات وفخر الكائنات مشاهدين الأكارم نطلقاوا بكم مجددا في هالأمسية الخير والبركة نحييكم بتحية ربي سبحانه وتعالى الأهل الجنة في الجنة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوح حلقتنا اليوم باش نتناولوا فيه حديث من الأحاديث النبوية وباش نتحدثوا خاصة على أنه ربي سبحانه وتعالى طيب ما يقبل كان طيب الحديث هذا رواه سيدنا أبي هرير رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له هنا ينتهي الحديث لرواه الإمام مسلم أحنا بش ننطلقه في حديثنا هذا من آخر الحديث آخر الحديث هو الدعاء وقت اللي يتوجه وقال يا ربي يا ربي أحنا نعرف أنه الدعاء هو روضة القلب وأنس الروح هو الدعاء هو صيلة العبد مع ربي سبحانه وتعالى يستجلب به الرحمة ويستعدي به على من إنسان اللي من ظلمه ومن عظيم الشأن انتعوا وعلول ما كان انتعوا أنه الدعاء جعلوا سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام أصل العبادة واللب امتحها بصفة عامة والدعاء إذا كان عنده المكان العظيمة هذه فإنه المسلم وانتوبا مشاهدين الأكارم في كل مكان لازم ولا بده باش ناخدوا الأسباب اللي تجعل إن شاء الله الدعاء مقبولة عند ربي سبحانه وتعالى من جملة الأسباب اللي تنجم تجعل الدعاء مقبولة عند ربي سبحانه وتعالى وإن شاء الله ربي يستجيب لنا دعانا في كل وقت وحين دعانا ودعاكم فمن جملة الأسباب الحرص على الحلال في الغذاء واللباس وهذا هي شيء أشاره سيدنا عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي اذكرناه وربي عز وجل في هذا الحديث اللي ذكره سيدنا عليه الصلاة والسلام أركز على أن الحق سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب فبين من خلال هذا الحديث سيدنا عليه الصلاة والسلام أن الحق سبحانه وتعالى منزعا كل نقص وكل عيب هذا معناش فيه شك فربي سبحانه وتعالى هو الطيب الطاهر المقدس المتصف بصيفات الكمال ونعوت الجمال وما دام ربي كذلك فإنه لا يقبل إلا طيب فإنه سبحانه وتعالى ما يقبل من الأعمال كان مكان طيب ومكان خالص من شوائب الشرك والرياء إلى غير ذلك حتى أن ربي سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا وربي كذلك ما يقبلش من الأموال إلا مكان طيب وخاصة في الصدقات من كسب حلال لذلك قال سيدنا عليه الصلاة والسلام وقت اللي يتحدث على الصدقات قال من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيبة فإن الله يقبلها بيمينه يعني تقبلها ربي مدامه من مال أحلال مهما تكون ولو تكون حويجة بسيطة وصغيرة فربي كذلك سبحانه وتعالى ما يقبل من الأقوال إلا ما كان طيب هو قال في القرآن الكريم إليه يصعد الكلم الطيب وحتى يتحقق المؤمن الطيبة هذية اللي ينشدها فإنه ينبغي عليه باش يحرص على أنه يتناول الطيب من الرزق كما قال ربي سبحانه وتعالى كنوا من الطيبات وعملوا صالحة فإذا كان امتثل المسلم وامتثلت انتوما وإحنا مبعضنا لكل مشاهدين الأكارم في كل مكان فإنه يحصلنا الصفاء نفسي كبير والسموه روحي يقربنا ربي سبحانه وتعالى وهذا كيسهل الإجابة للأدعية متعنا مهما كانت الأدعية ومهما كانت طلباتنا من ربي اللي خزينه ديمة مفتوحة ورحمته ديمة واسعة والكرب متعه والجود متعه لا يمكن أن يحصى أو أن يعد كذلك أحنا يلزمنا نبعد وعلى كل ما من شأنه حرمه ربي سبحانه وتعالى من مطعوم أو مشروب أو ملبوس لأنه الحرام يوردنا موارد الهلاك إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم من موارد الهلاك يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام لا يرب لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به والسابقين بسفة عامة كانت ديمة عندهم حرص كبير على أنه يكونوا أطقيا في الملابس امتحم حتى أنه أحد الصحابة قال لا يكون الرجل تقيا ما نجمش يكون الرجل تقي حتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه ووحد الصحابة قال كذلك يقول لو قمت مقام هذه السارية يشير إلى السارية قال لم ينفعك شيء لو كان كنت في هذه السارية في المسجد لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أم حرام وقول سيدنا يحيى بن معاذ الطاعة خزانة من خزائن الله سبحانه وتعالى وهذه القولة محلها قال الطاعة خزانة من خزائن الله سبحانه وتعالى إلا أن مفتاحها هو الدعاء الخزانة هذه الطاعة هي خزانة من خزائن ربي سبحانه وتعالى ما تنجمش الخزانة هذه تتحل إلا بمفتاح الدعاء والأسنان الأسنان المفتاح هذا يعني مفتاح الدعاء ما ينجمش يكون إلا اللقم الحلال بمعنى الماكلة الحلال بسفة عامة واذا ربّلنا سيدنا عليه الصلاة والسلام مثل رجل عظيم أنه أخذاه جميع أسباب بالإجابة الدعاء لكن ما كانش يتحرى الدعاء فيما يتناوله يتناوله وخاصة واذكر التفاصيل قال الرجل هذا ينجم يطيل السفر يعني السفر فيه يتعب ويقتضي الإجابة حتى أنه سيدنا عليه الصلاة والسلام قال ثلاث دعوات المستجابات لا شك فيهن دعوة المسافر هذا من جملة أدعية المستجابة والراجل هذا يجب أن يكون أشعث وأغبر وهذا يدل على أنه متذلل ومفتقر إلى ربي سبحانه وتعالى ويمدي ديه للسماء والله سبحانه وتعالى كريم لا يرد من يسأله ربي سبحانه وتعالى راهو كريم ما يرد لش يكون يسأله روى الإمام أحمد وغيره أن سيدنا عليه الصلاة والسلام في حديث جميل والذيذ نتنعم به قال قال إن الله حي حي يستحي الله سبحانه وتعالى حي كريم أعطاه ذو الصفات في الحديث هذا قال إن الله حي وكريم يستحي الحق سبحانه وتعالى على عظمة جلاله وعظمة قدره يستحي إذا رفع الرجل إذا كان واحد مننا رفع يديه الرب رفع الرجل ويديه إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين فكل واحد مننا يتوجه الرب هذا الإله العظيم والحيي والكريم فاربي سبحانه وتعالى يستحي من أنه يرد ليدين هذون الليلة اللي طلبوه خائبين وفارغين فاربي سبحانه وتعالى يستجيب دعاء المسلمين إذا كان دعوه وإن شاء الله ربي إن شاء الله ينتوصلوا له باش يستجيب الأدعي يمتعنا في كل زمان ومكان لكن ديما نتخذوا الأسباب باش تكون الأدعية بطبيعة إيجابة وعننا حاجة لازم ولا بد في الأدعية باش يكون فما إلحاح نقولوا يا ربي يا ربي ونكروا اللولة والثانية والثالثة إلى غير ذلك فمن أعظم أسباب إجابة الدعاء كان سيدنا عليه الصلاة والسلام كل مرة وإن يدعو لازم يكرر ثلاثة مرات كذلك فما أربع أسباب اللي ذكرناهم في استجابة الدعاء جاءوا الكل في هذا الحديث ولا بد باش ناقفوا مع أنفسنا وحنا في حاجة باش ناقفوا وقفة حازمة نتحرى وفهم ما ناكلوه من طعام وللبسوه من لباس سواء في هذا الشهر أو في غيره أو في جميع الأوقات حتى باش يكون الدعاء انتعنا إن شاء الله مقبول عند ربي ونسألوا ربي إن شاء الله يغنينا بالحلال انتعوى الحرام وبتعطوا عن معصيته وبهي عن من سواه وحتى نتلقاه إن شاء الله في فرصة قادمة بإذن الله نتوجه الرب سبحانه وتعالى بالدعاء لنا وليكم إن شاء الله ربي يفضلكم وربي يمتعكم بالصحة والعافية وربي إن شاء الله يخلي لكم أولادكم وأولادنا وإن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظ الوالدين ووالديكم وإن شاء الله ربي يتقبل مننا الأعمال الخيرة في كل وقت وحين بجاه النبي الشفيع وصل اللهم عليه وسلم تسليما دائما إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين وسلام الله عليكم وإلى اللقاء شكرا